تفقد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن المهندس معين الماس في نزوله الميداني لأعمال السفلتة في جولة كنديان ضمن مشروع خط جولة الريحة إلى جولة كنديان المرحلة الثانية بمدرية خور مكسر بالعاصمة عدن واطلع المهندس الماس في جولته التفقدية للأعمال السفلتية وما وصلت إليه نسبة الإنجاز مستمعا من مدير المشروع إلى ما هي الجهود التي بذلت في إطار المرحلة الثانية للمشروع الذي تجري فيها سفلتة الجهة اليمين من الطريقة حاثن القائمين على المشروع الانتهاء بمواصلة الأعمال على ذات الوتيرة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت من المفترض المحددة لتمكين المستفيدين من العبور عبر الطريق الحيوي من مركبات النقل والمواطنين مرتدي الطريق ترجمة نانسي قنقر